بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في حالة جديدة على قناة معلومة جديدة وحالة النهاردة عن موقع بصراحة ممتاز جدا الموقع ده من خلاله تقدر تعرف ايه هي الاقمار الصناعية اللي تقدر تستقبلها في دولتك انا لما كنت بنزل اي فيديو جديد عن كنوات على الامر مثلا هلسة 39 درجة شرق او الامر يوتل سات 21 درجة شرق كان في ناس زي من بتسألني هل ينفع نستقبل الامر ده في الدولة بتاعتنا ولا لا وبصراحة في كتير من الاسئلة ما كنتش عارف هل فعلا يقدر يستقبله في دولته ولا لا لكن من دلوقتي ومن خلال الموقع ده تقدر تعرف بنفسك ايه هي الاقمار الصناعية اللي تقدر تستقبلها في دولتك مش كده وبس ده انت كمال لو عايز دك اكتر ممكن تكتب جنب اسم دولتك اسم المحافظة او المدينة علشان تتأكد فعلا هل تقدر تستقبل الامر اللي انت عاوزه ولا لا هنروح على طول على الموقع والموقع اللي معانا اسمه ديش بونتر تمام عندي هنا في خانة البحس بكتب اسم الدولة بتاعتي طبعا كل واحد على حسب دولته بكتبه هنا انا مثلا هكتب مصر بعد كده هاجي هنا في المستطيل الجنبي وضط على السهم ده علشان اختار الامر اللي انا عايزه هاجي مثلا على الامر هلسة تسعة وتلاتين درجة شرق تمام بعد كده هضغط هنا على كلمة سيرش ظهر عندي بيانات الامر كلها وتحدد المكان هنا في مصر وعلشان اعرف ان انا قدر استقبله في مصر ولا لا من خلال الخط للون الاخدر ده انا ماليش دعوة بالعلامة اللي على طبق الدش ده انا كل اللي يهمني الخط الاخدر ده لو باللون الاخدر كده اقدر استقبله في الدولة بتاعتي اما لو ظهر باللون الاحمر معنى كده ان انا مقدرش استقبله طبعا زي ما قلت في بداية الفيديو لو انا عايز دك اكتر ممكن اجي هنا جنب مصر واكتب مثلا المحافظة اللي انا منها انا هكتب دلوقتي المحافظة كده مثلا عشوائية الاسكندرية مثلا واعمل سيرش تاني هنلاحظ ان فعلا ان انا نقدر استقبل الامر ده في محافظة الاسكندرية وظهر عندي هنا في الصفحة الصغيرة دي معلومات عن الامر اللي انا اخترته يعني هنا عندي خط العرض خط الطول وعندي هنا اسم الامر بعد كده عندي هنا الارتفاع طب لو جينا مثلا نختار امر بعيد شوية وليكن مثلا امر intel set هنضغط عليه هنلاحظ ان الخط بقى باللون الاحمر معنى كده ان انا ما اقدرش تستقبل الامر ده في محافظة الاسكندرية هنيجي مثلا نجرب كده في اي دولة تانية مثلا العراق وعملنا بحث هنلاق برضو ان الخط ظهر باللون الاحمر معنى كده ان الامر ده ما اقدرش تستقبله في العراق هنجرب مثلا الامر هلاسات تمام يبقى كده الامر هلاسات اقدر ان انا استقبله في العراق طبعا بالنسبة للناس اللي في العراق ممكن ان هو يكتب المدينة اللي هو عايش فيها جنب اسم دولته علشان يجيله تفاصيل اكتر واي حد بصفة عامة ساكن في اي دولة ايا كانت يقدر برضو ان هو يعمل نفس الخطوات دي بكده شباب نكون وصلنا لنات الحلقة بتمنى يا رب يكونوا استفدتم منها لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك ولو انت جديد عندك في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لكل جديد في امان الله